موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في أروقة رمضان وهذه الحلقة الثالثة من هذا البرنامج نتحدث فيه عن معنى مهم يغيب كثيرا عن بالنا تعالوا أحدثكم عن رمضان في الزمن الذي لم يكن فيه إذاعة ولا تلفاز ولا فضائيات طبعا وبالتأكيد لم يكن فيه أيضا إنترنت ولا هاتف المحمول أو الجوال وذلك لكي نفهم أوضاع المسلمين بل حتى نفهم أوضاع جميع الشعوب اليوم يجب أن نعرف بداية قاعدة مهمة قاعدة مهمة في العلاقة بين الإعلام والسياسة السلطة دائما ما تهتم بجهاز الإعلام فمن خلال أجهزة الإعلام السلطة تنشر فكرتها وتشرع نفسها وتروج إنجازاتها أو حتى تصنع لنفسها إنجازات وهمية ومن خلال وسائل الإعلام أيضا تهدد وتنذر وتثير الخوف في الناس أو تحمسهم وتحشدهم ليخرجوا معها في الحروب وهكذا فجهاز الإعلام هذا أقوى الحكام والطغاه لا يمكن أن يستغني عن الإعلام أبدا الإعلام يوفر له قوة لا يمكن أن تتوفر بسلاح الجيوش أو برعب الشرطة حتى فرعون الذي هو أطغى طغاة البشر عبر التاريخ نرى القرآن الكريم في عديد من الآيات أنه كان ينادي في الناس ينادي في الناس يعني يجمعهم لكي يعلمهم فتقرأ مثلا قول الله تعالى وَنَادَى فِرْعَونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِي أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَى وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ فهذه وسيلة إعلامية في آية أخرى مثلا يقول الله تبارك وتعالى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى في آية أخرى لما كان الموعد المرتقب بين موسى والسحرة انظر الآية كيف تقول تقول وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرات إن كانوا هم الغالبين ففضلا عن اجتماع الناس تأمل هنا أنهم يعني لم يقولوا للناس لعلنا نتبع الغالبين أو لعلنا نرى من سيغلب سواء كان موسى أو كان السحرة بل كان الإعلام موجها نحو اتباع السحرة فقط لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين في عصرنا الحديث هذا وفرت فيه التقنيات الحديث للسلطة أدوات إعلامية جبارة تدخل كل بيت الصحافة أولا مع اتشاف المطبع ثم الإزاعة ثم التلفاز وبهذا صارت السلطة تستطيع الوصول بهذه الأجهزة إلى كل الناس داخل بيوتهم دون أن تتكلف جمعهم في تجمعات جماهيرية يعني صحيح طبعا هي لا تزال تجمعهم أحيانا لأن المشهد الجماهيري أيضا مشهد مهم لأن له تأثيرات نفسية وله تأثيرات اجتماعية مهمة لكن الاجتماعات الكبيرة صارت قليلة صارت السلطة الآن تستطيع أن تخاطب كل الأفراد تقريبا وليس فقط العدد الذي تمكن من الاجتماع حين نادت فيهم وصارت تستطيع أن تخاطبهم على مدار اليوم كله يعني ليس مجرد مرة في الأسبوع أو ساعة في اليوم أو في الشهر لا على مدار اليوم كله كذلك فإن ما أضافه التقدم التكنولوجي إلى قدرة السلطة على الرقابة والمتابعة جعلها تتحكم في سائر الأنشطة التي تجري في البلد بدءا من الإعلام والتعليم وحتى تصريح الخطابة أو تصريح إلقاء الدرس في المسجد أو التعليم أو غيره فهكذا لم يقتصر الأمر على ما أتيح للسلطة من وسائل ترويج ضخمة لأفكارها وثقافتها بل أيضا لم يعد بالإمكان تقديم أفكار أصلا إلا بإذن السلطة مأساة أمتنا المسلمة يعني المأساة التي نعيش فيها إن هذا التقدم العلمي الذي وفر للسلطة كل هذه الإمكانيات حصل في وقت ضعف الأمة الإسلامية وحصل في زمن لاحتلال يعني في الزمن الذي كانت فيه السلطة المتحكمة في بلادنا الإسلامية هي سلطة الاحتلال الأجنبي أو السلطة المحلية العميلة التي وضعها الاحتلال الأجنبي وبالتالي صارت وسائل الإعلام هذه وسائل الإعلام القوية والخطيرة والمتغلغلة في كل بيت والتي تعمل على مدار اليوم صارت كل هذه الوسائل ناطقة باسم السلطة وبأفكار السلطة وتحاول من خلال هذه الوسائل الإعلامية أن تصنع أمها على نحو ما ترغب السلطة في صناعتها شهر رمضان مثلا من الحالات التي تعبر عن المعركة بين الأمة وبين السلطة في هذه العصور يعني قبل عصر الدولة المركزية كان شهر رمضان شهر تصنعه الأمة فالأمة هي التي تصنع ملامح رمضان أجواء رمضان مشاعر رمضان ولكن بعد هذه الأدوات الإعلامية صارت ملامح رمضان وأجواء رمضان ومشاعر رمضان تغلب السلطة على صناعتها يعني الآن ما يرسخ في أذهاننا نحن أن رمضان قدم بالأغاني المعروفة بالمسابقات الفوزير ونحو هذه الأمور فقبل هذا العصر كانت الأمة تحيي رمضان بالعديد من التقاليد التي تكثر فيها خطب العلماء ودروسهم تكثر فيها قراءة القرآن في المساجد أو في الساحات أو في فاعليات الإفطارات الجماعية أو في تقديم العون للمحتاجين توزيع الأموال والصدقات إدخال الصرور على أطفال وهكذا طيب إذا جاء الليل في رمضان القديم تحولت بيوت العائلات الكبيرة إلى مجالس يقرأ فيها القرآن تنشد فيها المدائح النبوية يستضيفون قارئ القرآن والمنشد والواعظ لمدة شهر يفتحون هذه المجالس لكل الناس فيضيفونهم حتى أنه كان يعرف أن القرآن الفلاني تأخذه العائلة الفلانية وأن الفقيه الفلاني مختص بالعائلة العلانية وهكذا طوال الشهر وفي نهاية هذا الشهر يكافئون هؤلاء القراء والمدحين والوعاظ وكان الأغنياء يوقفون من أراضيهم وأملاكهم على هذه المجالس يعني يوقفوا أرضا ويوقفوا أملاكا لكي يستمر الإنفاق على هذه المجالس بعد وفاتهم ولذلك يعني هذه المجالس استمرت في ذلك إلى وقت قريب بما أوقف عليها من الأقاف لكن ما إن دخلت الإذاعة ودخل التلفاز إلى البيوت حتى دخل علينا رمضان جديد نقول إنه صنعته السلطة فكأن السلطة انتزعت مساحة كبيرة من رمضان انتزعته من الأمة ورأينا تقاليد جديدة الفوزير وألف ليلة وليلة المسلسلات المسابقات أنماط البرامج المثيرة الكاميرا الخفية مثلا برامج الاعترافات برامج الربح السهل للأموال وهكذا فالمسلم في ذلك الزمن القديم كان يقضي نهار رمضان في عمله أو بين الوعظ والدرس والتعليم فإذا أفطر في بيته أو في بيت قريب له خرج للمسجد فصلت ترويح ثم التمس مجلس وعظ أو إنشاء ديني أو قراءة قرآن وكانت هذه الحياة الطبيعية في رمضان لكن المسلم في زمن الإذاعة والتلفاز يقضي نهاره في عمله متعبا من سهرة الأمس ومتخما من وليمة الأمس أيضا ومستعدا لجولة جديدة سيقضيها اليوم في وليمة مكتظة بألوان الطعام وفي سهرة مكتظة أيضا بألوان المسلسلات والبرامج والفوازير فيعني لو هو صلى الترويح فإنه يعد من عباد الناس وطبعا لا تسأل عن التهجد إلا للنضرة النادرة من الناس في نضرة نادرة أيضا من المساجد المسلم الغني في رمضان القديم كان يرى في هذا الشهر شهرا يحتفل فيه بالفقراء فأغنياء المسلمين كان يفتح بيته للفقراء في النهار وفي الليل وكان يؤكلهم من مائدته في الإفطار وفي السحور وكان يعطيهم من زكاة ماله ومن زكاة فطره وكان يعطيهم مباشرة يعني من يده إلى أيديهم بل يكاد كل قادر أن تكون يعني كل قادر أو كل غني أن تكون عادته في رمضان مد المائدة أمام بيته أو أمام المنظرة أو المنظرة كما تقال في بعض البلاد المكان الذي يجتمع فيها العائلة ويدعى إليها كل عابر سبيل أو كل محتاج أو كل طالب صدق وكان الناس يعرفون بعضهم وما أكثر ما تتحول هذه الموائد يعني كلما خرج الإنسان بمائدته أمام بيته ما أكثر ما تتحول هذه الموائد من كثرتها إلى مائدة واحدة تقريبا فكان هذا الشهر الكريم في ذلك الزمن من عوامل توثق الصلة والعلاقة والطراحم بين الأغنياء والفقراء فيما بعد ذلك رمضان بقى الحديث المسلم الغني في زمن الإذاعة والتلفاز إذا لم ينفق ماله على نفسه في ألوان الطعام والشراب فإنه ينشئ مائدة للرحمن بعيدة عنه وهذا قل في الأغنياء جدا ينشئها في مناطق الفقراء والمحتاجين أو يعطي زكاة الجمعية خيرية مثلا توزعها أو لإمام المسجد أو يعني قد يعطيها للمؤسسة الرسمية التابعة للدولة لأنه وقع بالفعل تباعد بين الفقراء والأغنياء وانقطعت الأواصر وتعاظم التفاوت الطبقي بين الناس وذهبت هذه الروح التراحمية فتجد الغني يتأفف من الفقير وينفر منه كما تجد أنه الفقير يحسد الغني وقد يحقض عليه أيضا طبعا هذا التغيير لم يحصل فجأة وطبعا مظاهر رمضان كما تصنعها الأمة لم تنتهي فجأة وكذلك السلطة من ناحيتها أيضا كانت في البداية تزيد في جرعة البرامج الدينية تضيف مثلا برنامج أو اثنين بين فيضان البرامج التافهة والمحرمة وتضع مسلسل ديني بين طوفان المسلسلات المنحلة والمحرمة طبعا لكن القصد أن رمضان في وجدان الأجداد وأجدادهم يعني رمضان في وجدان أجدادنا غير رمضان في وجدان هذا الجيل تماما بل على الحقيقة صار مناقضا له فهذا رمضان يعني رمضانهم كان كل شعائره اقتراب من الله تبارك وتعالى وهذا رمضان الذي نحن فيه كل شعائره ابتعاد عن الله واقتراب من التغريب والانحلال وبهذا صار لدى المسلم عبء جديد في رمضان فمن أرد أن يحافظ على هذا الشهر ليكون شهر عبادة وتربية فعليه دائما أن يجتهد ويبتعد عن وسائل الإعلام وعن القنوات التلفازية لكي لا تجذبه إلى الحرام نكمل معكم هذا الأمر إن شاء الله بعد فواصل قصير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا كنا نتحدث عن مظاهر رمضان قبل دخول الإذاعة والتلفاز ومظاهر رمضان بعد دخول الإذاعة والتلفاز وكيف أن رمضان القديم كانت رمضان تصنعه الأمة ورمضان من بعد ما دخل الإذاعة والتلفاز صارت تصنعه السلطة لأنها صارت متحكمة من خلال هذه الوسائل الإعلامية في مشاعر الناس وفي أجواء رمضان وفي الحالة المسيطرة على رمضان طبعا يعني لن يتسعي الوقت للحديث المفصل عن مظاهر رمضان في العصر الحديث لكن يعني من يقرأ المقالات التي كتبها العلماء والدعاة والكتاب الإسلاميين في المجلات بالذات المجلات القديمة يعني من يفتح المجلات التي كانت موجودة قبل خمسين أو ستين أو سبعين سنة يستطيع أن يكون صورة عن هذا التحول وأنا في هذا المقام أنصح بكتاب جميل جدا جمع بعض هذه المقالات وهو كتاب الدكتور محمد موسى الشريف فق الله أسره له كتاب اسمه مقالات الإسلاميين في شهر رمضان الكريم ونقل فيه عددا من عيون المقالات المكتوبة في رمضان وخصص فيه فصلا للمقارنة بين رمضان الماضي الذي كاد يختفي ويزول وبينما طرأ على أحوال رمضان من التغيرات ومما ذكره دكتور موسى الشريف في هذا الكتاب نقل مقالة للأستاذ أحمد الزياد أحمد الزياد أديب مشهور جدا وكان صاحب مجلة الرسالة هذه المجلة سيطرت على العالم العربي وعلى ثقافة العالم العربي تقريبا في مرحلة ما قبل الخمسينات من القرن الماضي فمن ضمن هذه المقالات أحمد الزياد كتب مقالا يقول فيه الآدي يقول إن كان في بيوت المحافظين قارئ يقرأ القرآن وذاكر يذكر الله فليكن في بيوت المتجددين يعني يقصد المتغربين راديو يرجع أصوات الغناء وحاكن يردد أهازيج القصاص فهذا المقال نشره في سنة 1933 في مجلة الرسالة فهنا نرى أن البيوت التي دخلها الراديو صار لديها رمضان آخر رمضان فيه أغاني وفيه قصاصين بينما رمضان الذي في البيوت التي لم تدخل فيها الإذاعة والتلفاز يعني كان رمضانا يهيمن عليه الدين وهذا حتى في بعض هذه الأمور تجدونها في كتب المذكرات أيضا في ذلك الوقت كيف كان رمضان في القرى وعند الفلاحين وعند المبتعدين عن الصحافة والطباعة والإذاعة والتلفاز رمضانا ربانيا بينما كل هذا اختفى في رمضان المدن وفي البيوت التي دخلتها الإذاعة والتلفاز الآن تطور الأمر مع التقدم التقني ظهر الإنترنت وظهرت الهواتف المحمولة وظهرت طبعا مواقع التواصل الاجتماعي والواقع أنه يعني هذه الموجة الجديدة فيها مزايا وفيها عيوب من أهم مزاياها هو قدرة المسلم على الاختيار يعني الإنسان في عالم الإنترنت وعلى مواقع التواصل يستطيع أن يستمع إلى الدروس الدينية والمشايخ والبرامج النافعة هذا الاختيار كان منعدما فيما قبل يعني فيما قبل ظهور الإنترنت الناس في البلد لا يكونوا يستطيعون مشاهدة شيء غير القنوات الرسمية القنوات الرسمية المصرية السورية العراقية وبالتالي لم يكن لديهم ميزة الاختيار كانوا مجبرين على ما تبثوا هذه القنوات لكن من عيوب الإنترنت والهواتف المحمولة والجوالات من عيوبها أنها فتحت عالما جديدا من الحرام التام وهذه هي المشكلة يعني السلطة مهما كانت فاسدة ومنحلة إلا أن بعض التوازنات والمصالح كانت تجبرها على التوقف عندها حد معين في الانحلال يعني عندها حد معين في ترويج الحرام لكن الخطير في هذه الموجة الجديدة اللي هي موجة الإنترنت أنها بلا حد فكل الحرام موجود بلا أي نهايات والأكثر خطورة من هذا أن هذه الوسائل نقلتنا من سلطة الأنظمة المحلية إلى سلطة النظام العالمي الذي يتحكم فيه الغرب والغرب الآن في حالة قبيحة جدا من الانحلال الأخلاقي ودعم الإباحية وترويج الشذوذ وهذا كله ينعكس على مواقع التواصل لأن مواقع التواصل ترفع من معدلات الوصول والترويج للمقاطع المحرمة التي فيها رقص وإسفاف وانحلال وتعري ويعني تمارس الإغراء الدائم عبر الإشعارات المتكررة يعني في الآخر الكائن اللي عايز يروح للإزاعة أو يروح للتلفزيون هو اللي بيروح للإزاعة والتلفزيون لكن دلوقتي عندك إشعارات متكررة عندك نوتيفيكيشنز دايما تأتيك على التلفون المحمول فدايما فلان نشر مقطع جديد فلان وضعت صورة جديدة فلان أرسل رسالة جديدة وهكذا طبعا هذا كله يعني جعل رمضان يتواصل فيه الخفوت يعني يخفط رمضان في أذهاننا وأرواحنا ومشاعرنا ولا يعود كما كان شهر العبادة والتربية والتهذيب بل في الواقع لا يستفيد من رمضان المعاصر إلا من كان قوي الإرادة جدا وكان ضابطا لنفسه جدا ومتحكما في رواباته وهؤلاء نضرة من الناس بطبيعة الحال ولذلك فلا بد ولا بديل عن الصحبة الصالحة ويعني هذا أمر يستحق التكرار والتركيز الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة لأنه ندر أن يستطيع إنسان أن ينجو بنفسه طيب فبهذا نرى أنه رمضان قديما كان يستفيد منه معظم الناس لأن الأجواء العامة الإيمانية هي الأجواء المنتشرة لأن صناعة رمضان كانت بيد الأمة الأمة هي التي تصنع ملامح رمضان هي التي تقيم الإفطارات وتأتي بالمنشدين وتأتي بالوعاظ وهكذا لكن منذ دخلت السلطة والأنظمة على الخط صار في الواقع لا يستفيد من رمضان إلا من كان متمسكا بدينه وكان حريصا عليه لكن غالبية الناس يعني تسقط في فخ التفاهى والفساد المصنوع بإعلام السلطة هذا يفسر لنا أيضا أمر آخر الآن صار أحد الإشكالات المعاصرة التي تثار وطبعا لم يكن هذا الإشكال موجودا قبل ذلك وهي مسألة المجاهرة بالإفطار في رمضان الإفطار في رمضان في عصرنا هذا يبدو كأنه حرية شخصية وربما يعني وقعت النقاشات على مواقع التواصل أو غيره أنه بعض الناس شايف أنها حرية شخصية ويعني إزاي يعني بقى مستغرب أنه الذي يجهر بالفطر في رمضان حكمه في الإسلام أن يعاقب وأن يعذر وأن يجلد حين يعني حتى حينما بعض الناس تستنكر الهجوم على الذي يفطر في رمضان السر في هذا أيها الأحباب أنه هذا العصر الذي نحن فيه هو عصر العلمانية تقديس الحريات الشخصية الحياة يهيمن عليها مبدأ الفردانية كل إنسان مهتم بنفسه ولا حق للمجتمع على الفرد وأن الفرد فيه طليق من أي اعتبارات أو قيود اجتماعية لهذا يعني ينسى الكثيرون في عصرنا الآن أن الإسلام ليس مجرد طقوس وشعائر الإسلام نظام حياة وهو نظام اجتماعي يعني ليس فقط هو عبادات فردية شخصية تتعلق بالفرد في نفسه لا هو نظام اجتماعي وعباداته وشعائره تتداخل فيها الجوانب الفردية التي هي تهذيب النفس وتربية الروح وضبط الشهوة تتداخل مع الجوانب الاجتماعية العامة التي هي التكافل والتراحم والتزاور والتصدق وبث الأخلاق الحسنة والمحافظة على السمت العام للمجتمع وبالتالي فالجهر بالإفطار في رمضان هو في ميزان الإسلام اعتداء على النظام الاجتماعي لأنه استهان بهذه الشعيرة المقدسة التي تمثل أساسا ثابتا في دين هذا المجتمع وبالتالي فهي تضرب سائر ما في هذه الشعيرة من معاني تربوية ونفسية يعني هو يشبه مثلا إذا حاولت أن أقرب إلى الذهن المعاصري يشبه أن ترفع مثلا علم إسرائيل في دولة عربية أو أن ترفع مثلا علم تنظيم جهادي مثلا في دولة أوروبية يعني المسألة هنا مسألة ليست مجرد قناعة شخصية أو فكرة شخصية وإنما فيها نوع الاعتداء على نظام المجتمع وعلى قيم المجتمع فبالتالي حين يجهر المرء بالفطر في رمضان أو بالإفطار في رمضان فهو يضرب هذه المعاني التربوية ونفسية ولذلك تهتم الشريعة بعقوبة هذا الذي يجهر بالفطر في رمضان لكنها بطبيعة الحال لا تفتش عن الناس في بيوتهم يعني من أراد أن يفطر في بيته فالشريعة لا تتعقبه داخل البيت فالذنب طالما كان مستطرا فحساب المذنب عند ربه لكن خروج هذا الذنب إلى العلن لا بد أن تكون له عقوبة ولا بد أن يكون له حساب عند المجتمع وفي شريعة هذا المجتمع والقانون نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا برمضان وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن نخرج منه وقد غفر الله لنا وأن نخرج منه وقد وحد الله تبارك وتعالى أمتنا وزادنا من الألفة والتماسك والتعاضض وهذه دعوة مني إلى سائر من يستطيع أن يحاول أن يعيد من جديد مشاعر رمضان القديمة مشاعر رمضان القديمة التي فيها الألفة والتماسك والتعاضض والتزاور والتراحم وإقامة المجالس العامة التي يتلى فيها القرآن وتنشد فيها المدائح النبوية وتتقارب فيها الأرحام ومسألة تفطير الصائم الخروج إلى الشوارع والساحات العامة ونحو هذه من المظاهر التي هي بطبيعتها تزيد من ألفة المسلمين وتزيد من توحدهم وتماسكهم كما أنها تزيد من الأجواء الإيمانية المهمين عليهم وأن نكافح ما استطعنا ونواجه ما استطعنا هذه الفيضانات من التفاهة والانحلال والإباحية التي تنهمر علينا من وسائل الإعلام يعني عصى الله تبارك وتعالى أن يخرجنا من هذا الشهر الكريم وقد غفر لنا سائر ظلوبنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة